يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسادعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السرائب الزرائب الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لظنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلهم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس فهدا وموعصة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداملها بين الناس فليعلم الله الذين آمنوا ويتقذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين فليمحص الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين فلقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجنا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ظنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانسرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله سباب الدنيا وحسن سباب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعطابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسمى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إل تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فظل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يغشى طائفة منكم فطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو قندم في بيوتكم لبرز الذين قتب عليهم القتل إلى مصاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفو الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخبانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لما غفرات من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظ غليظ القلب لن فظوا من حولك فاعفوا عنهم استغفر لهم فاعفوا عنهم استغفر لهم مشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتبكل على الله إن الله يحب المتبكلين إن ينصرهم الله فلا غالب لكم فإن يخذوا لكم فمن ذا الذي ينصرهم من بعده فعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت فهم لا يظلمون أفمن اتبع رزبان الله كمن باء بسخط من الله ومأراه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصابتكم نصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوما دق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أفدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفراههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون الذين قادوا لإخبانهم مطعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أم باتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمتهم من الله وفضل وأن الله لا يضيع أدر المؤمنين